بمناسبة عيد الأضحى المبارك تكثف وزارة الداخلية من خدماتها المرورية على الطرق السريعة والساحلية حفاظا على أرواح المواطنين تشهد فترة إجازة عيد الأضحى المبارك كثافة مرورية على الطرق مع اتجاه المواطنين للاحتفال بالعيد بالمناطق الساحلية للاستمتاع بشواطئها مستخدمين الطرق الحديثة التي أنشأتها الدولة لخدمة المواطنين واقتصار زمن الرحلة من هنا كانت وزارة الداخلية حريصة على توفير أقصى درجات الأمان عليها حفاظا على الأرواح والممتلكات حيث تنتشر على طريق الإسكندرية مطروح الساحلي منظومة متكاملة ومتطورة من تاميرات المراقبة والرصد لمتابعة الحالة المرورية إلى جانب اللافتات الاسترشادية المنتشر عليها حيث يتميز الطريق بوجود عدد من كبار الدوران عليه لحل مشاكل الزحام ويشهد طريق العالمين الذي تم توسعته وتطويره مجودا للخدمات المرورية والارتكازات والأكمل المرورية الثابتة والمتحركة لتأكد من التزام مرتاد الطريق بالقواعد المرورية وتمتد المتابعة المرورية على طريق الضبع حيث تنتشر الخدمات المرورية بطول الطريق لبثة مأمنة في نفوس مرتاديه وإلزام الجميع بسرعة محددة ومع ما يشهده طريق الإسكندرية الصحراوي من كثافة مرورية خلال فترة العيد والصيف تنتشر الخدمات المرورية عليها كما توجد أكمنة ثابتة ومتحركة لتحقيق الانضباط عليه والانسيابية المطلوبة وتتابع غرف عمليات المرور الحالة المرورية على مدار الساعة حيث تلتبط بالخدمات المرورية على الطرق للتعامل مع الأعطال ومنع التكدسات وتوجيه سيارات الإغاثة المرورية للتعامل الفوري مع الأعطال وتسير الحركة المرورية رحلة آمنة لكل مواطن على الطريق طالما هناك التزام بالقواعد المرورية المحددة بالتزامن مع انتشار مروري عليها لتحقيق الأمان على هذه الطرق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة